هذا وقد رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر التضيبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمير العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بزيارة الأحوية التي سيقوم بها سموه إلى دولة قطر الشقيقة بدعوة من أخي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد من خليفة الثاني ويلتقي سموه خلالها بأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر مؤكدا المجلس على أهمية هذه الزيارة في توثيق عرى التعاون البحريني القطري وتبادل وجهة النظر في الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين والتطورات التي تشهدها المنطقة لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين كما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حيث أشهد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومسار التعاون الثنائي بينهما وما يشهده هذا التعاون من تطور ونماء بما يصب في مصلحة البلدين وخير شعبيهما الشقيقين وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء على أن مثل هذه الزيارات المتبادلة بين القادة والكبار المسؤولين تصب في صالح تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون ودورها في زيادة التنسيق لمواجهة التحديات والمتغيرات في المنطقة بعد ذلك نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهمية المبادرات الوطنية في تنمية القطاع الزراعي وأوجه سموه بالاستمرار في تسجيع إقامة المعارض التي تسوق المنتج الزراعي الوطني وتبرزه وتشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي مشيدا المجلس في هذا الخصوص بدور معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة عهل البلاد المفدة وافتدحته صاحبة السمو الملكي لامير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يليه أولا بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتحديد المشاريع التنموية المعفى من الضرائب الرسوم الجمركية والذي تم إعداده في ضوء قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة التنسيقية وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانيا بحث مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتعديل نص المادة 20 من قانون البلدية تصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001 وذلك في إطار الحرص على مراجعة إجراءات وأليات العمل الخدمية بما يضمن إنسابية وسلسة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التوصية أعلى ثالثا وفق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادر بالمرسوم رقم 82 لسنة 2012 رابعا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد فئات الرسوم على التراخيص والخدمات الجمركية التي تقدمها شؤون الجمارك وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بخصوصها خامسا بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك بعد العرض الذي قدمه بخصوصها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سادسا وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول بعض الاستملاكات لغرض حجز مسار أنبوب النفط الجديد AP Pipeline الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية سابعا وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا وفوض وزير المالية بالتوقيع نيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر